بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعيدي النهاردة ان انا نكون مع حضراتكم ان شاء الله على مدار الحلقة النهاردة اللي بعنوان ادم وحور هنتكلم عن كل اللي محتاجه ادم وكل اللي محتاجه حواء بما لكم وما عليكم عشان نقدر نمشي دنيتنا بشكل صح نقدر نحب بعض نقدر نتفاهم مع بعض بما يرضي الله وما يرضي انفسنا الموضوع ده بيصير جادة لناس كتير جدا 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 مبين طب انا بعمل اللي علي لكن هي مش مقدرة انا بتعب كتير لكن هو مش حاسس بي انا بحترم ولكن هو مش قادر ان هو يحترمني كفاية مش قادر يحترم كينونتي مش قادر يحترم شخصيتي مش قادر يحتويني بين جدل كبير جدا من السلب والاجاب وكل واحد بيتكلم بوجهة نظره الخاصة عشان ما نكونش سلبيين اكتر من اللازم هنقول حاجة بسيطة جدا ان انا على قناعة شخصية ان محدش بيعمل حاجة غلط وهو مقتنع ان هي غلط لان لو انت عارف او انت عارف انك بتعملي حاجة غلط اكيد مش هتعمليها الا اذا كنتوا بقى بتتحكوا على نفسكو دي قصة تانية فلو هنفترض ان حضرتك بتتصرف تصرف شايف ان الطرف الاخر بالنسبالك مش مقتنع به يبقى يجب عليك فورا ان انت تغيره بنقول الكلام ده ليه احنا لما بنهادي اصدقائنا او امنا او ابونا او حد ابن الجران او ما الى ذلك دايما بنجيب الهدية بقدر الاستخدام او بقدر صلاحيتها او بقدر افادتها للطرف الاخر لما بنعزم حد مثلا على غدا اكيد مش هعزم مثلا اختي على الغدا على بط مثلا وانا عارفة ان اختي بتقولش البط ده اطلاقا على اعتبار ان انا شايف ان البط ده من اشهل مأكلات الشعبية اللي ممكن اي ضيف يتمتع بيها فالفكرة بالنسبالي ان انا حتى لما بقى هادي لازم هادي بشيء يكون بيعجب الطرف الاخر او بيكون الطرف الاخر على قناعة بيه ليه العلاقات الشخصية بالنسبالنا مش وصلة حتى لمستوى المهادية بيننا وبين بعض بمعنى ان زي ما انت ما بتجيبي هدية للطرف الاخر اللي انت بتهديه باي شكل من الاشكال وانت كمان نفس الكلام بهدية ترضي انت كمان في معاملتك لزوجتك او لخطبتك او لحبيبتك ايا كان لازم تكون كمان هي بتعجب الطرف الاخر الموضوع ده بيصير جدل كبير جدا جدا بين الناس الحقيقة ويعني مش ناس كتير قوي مقتنعة بفكرة ان هي ايه اللي بيرضيها او هو ايه اللي بيرضيه لانها بتتعامل دايما من وجهة نظر انانية بحتة ومش عايزة برضه اقول انية ومش عايزين نغلط لان احنا قلنا ان اللي بيعمل الغلط مش مقتنع دايما انه هو غلط واللي بيعمل غلط لو عارف انه هو غلط مش هيعمله فخلينا نفترض حسن النية ونقول انك ما تعرفش ان اللي انت بتعمله ده غلط طب هي بتنبه عليك ده شيء عظيم جدا طب هو بيلفت نظرك ده شيء رائع فكرة ان يكون فيه حوار بيننا وبين بعض كرجل وامرأة سواء ازواج او مخطوبين او لسه في مقتبل الحياة بنتعرف على بعض ده شيء اهم جدا 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 يعني يتحط تحتيه الف 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 خط فكرة ان ممكن تكون الطباعة مختلفة لو هنقسمها ليه بعد الزواج طيب هي الطباعة المختلفة دي ظهرت ليه طب هي الكيميا دي ما تركبتش ليه ده بسبب ان الاختيار غالبا بيكون خاطئ او بيكون اختيار صحيح ولكن للشخص الخاطئ يعني ايه كلام ده يعني انا عندي مثلا وصفات معينة وده حق مكتسب لنا كلنا كبشرية ادم وحوة من حقهم يختاروا الطرف الاخر السنة والشرع بيقولون الزواج دائما قائم على القبول وان لم يكن قائم على القبول فهو من البداية باطل ولكن القبول بيكون لشخص سوي بمعنى ان هو بيظهر كل ما عنده من محاسن ويخفي كل ما عنده من مساوئ مش هو بس لا ده بيمثل كمان يعني كل ما يضمره من صفات سيئة بيبطن عكسها تماما تماما هو بيظهر ان هو احد لطيف في كل شيء رومانسي جدا محب للحياة الطرف الاخر ده قدامه كان حلمه كان منال كبير جدا جدا وبيتمنى ان هو يصله بشكله او باخر هي كمان نفس الكلام بتعيش دور المرأة الحالمة او البنوتة الحالمة لنفسها ان هي تكون سعيدة في حياتها او تسعد الطرف الاخر بشكل او باخر وتبدي زينة لم تكن بصحيحة زي مثلا ابسط الامثلة يمكن قلتها قبل كده بفكرة ان حتى الاهل للأسف نفسهم ما بيشجعوش ابدا على فكرة ان يكون فيه صراحة من بداية الخطوة فتلاقي البنت طول اليوم مهتمة بان خطبها جاي تاني يوم عشان معزومة على الغدى كل ما اوتيت من جمال بتحاول ان هي تبرزه بشكل او باخر بتعمل شعرها بالفورمة الفلانية وان كانت لابسة حجاب بتعمله باشيك ما عندها بتتحلى بأسمن الاشياء اللي ممكن ان هي تتمتع بتلبس اللي على الحبل زي ما بيقولو بتعمل كل حاجة ممكن تكون بتجزب الطرف الاخر بشكل او باخر والست الوالدة اللي هي الحجة نازلي طول الليل قاعدة تعمل في البط والحمام والفراخ والمحشي عشان خطيب بنتي جاي تاني يوم واول ما الخطيب الجميل بيقعد على الصفرة بتكون اول كلمة والنبي يا ابني طول الليل قاعدة بتطبخ لك وهي ما تعرفش يعني ايه كلمة مطبخ اصلا وامها الحجة نازلي معلمتهاش طريق المطبخ اصلا وهو ده غش وخداع طيب هو حضرتك الخطيب ده لو هو عارف ان مثلا يعني لسه البنت بتتعلم ان هي تطبخ مثلا او بتقوم بواجبات المنزل بشكل او باخر هل ده شيء يعيبها اطلاقا هي لسه ما دخلتش يعني معترك الحياة الزوجية والمسئولية الفزة اللي احنا بنقوم بيها بعد الزواج فعادي جدا ان هي تكون صريحة اولا يا داود بتتعلم كذا وبتعمل كذا عادي جدا لكن فكرة ان انا فجأة ظهرت الشيف فلان قدام الخطيب ده ويتفاجئ من اقصى طموحات هذه الفتاة ان تقوم بسلق البيض لمدة خمس دقايق دي كرسى كبيرة كتير من المظاهر الخداعة اللي بنعاني منها في بداية الخطوبة زي برضو هو كمان الحياة بالنسباله فسح وخروج وهزار ويجي الفالنتاين ننزل بالنبادي بالحمرة ويجي عيد الربيع ننزل بالورود الجميلة وبعد الزواج لو دخل بعود الجرجير يبقى كتخير الدنيا طب ما هو ده برضو غش يعني لو انت الحياة بالنسبالك هي واقع رومانسي دي طبيعة مفيش مشكلة ان انت تظهرها على الاطلاق مفيش اي مشكلة طب ليه حضرتك وحضرتك ما حسبتوش من البداية ان لما كون انا واضحة من الاول على فكرة دي صفة نفسية يعني رائعة قصة ان انت او انت تكوني سوية نفسيا بالقدر الكافي اللي خليكي تكوني صريحة حتى في السلبيات اللي موجودة فيكي ابن الايجابيات ده شيء عظيم جدا بالعكس الحياة هتستمر اكتر واكتر لما يكون كل واحد عارف عيوب الطرف الاخر ومش هقول لأ اصلا عشان ما يسيبنيش او هي ما تقولش لأ عشان هو ما يسيبنيش لان ده مش هيحصل اللي له نصيف في حاجة يا جماعة بياخدها واحنا ناس مؤمنين وعارفين ربنا كويس اللي له نصيف في حاجة بياخدها وكل واحد رزقه بيناديله في المكان اللي هو موجود فيه انا لما اتخططت مثلا ما اتفقتش مع خطيبي ان انا واحدة ملاك مجنح ولا هو كمان قال انه هو بينزل من السماء مع الملائكة الرحمن اطلاقا ولا اتفقنا في عقد القران ان احنا من المدينة الفاضلة برضو اطلاقا يبقى اذا احنا بشر وبما اننا بشر يبقى اذا لازم يكون عندنا بعض المستيكس او بعض الاخطاء فلما نكون صرحة مع الطرف الاخر بهذه السلبيات البسيطة هتعدي جدا جدا وهيتقبلها الطرف الاخر بشكل كبير جدا جدا وهيتعايش وهيتعامل معها طالما هذه السلبيات لا تتعدى حدود اللياقة او لا تتعدى حدود طباع الطرف الاخر لكن فكرة ان احنا بنعيش حياة زائفة وبنقول دايما الحياة ما هي الا عاطفة وحب وخروج ونلاقي بعد كده الحياة مع معتركها ومع مسئولياتها المادية والمعنوية والمجتمعية بشكل او باخر بعد الزواج اختلفت فبتضيع كل دا لا دا شيء مهم جدا البعض بيسألوا برضو طيب هي المسئولية المجتمعية نحية الاسرة نفسها هل ليها دور في فشل حياة ابنهم او بنتهم غالبا اه للأسف يمكن ناس كتير يقولوا طب ليه يا دكتور ما هو المفروض ان ربنا صحانه وتعالى قال وحكم من اهلها او حكم من اهله طيب هو محدش دور في معاني القرآن الكريم على كلمة حكم دي ايه محدش قال ابدا ان الحكم دا لازم يكون يا الاخت يا الام يا الاب اطلاقا وإلا كان ذكرها لفظا وقولا ولكن ذكر كلمة حكم والحكم هو من يتمتع بصفة الحكمة ايا كان ومش شرط يكون من الاهل ممكن يكون حد من الجران على فكرة وممكن يكون حد من كبار المجالس اللي لها في حل المشاكل ما الى ذلك عادي جدا مش حرام ولا عيب ولكن ان حد يتدخل بعاطفة او بميول لطرف دونان عن الاخر هو دا اللي بيخرب الدنيا فكرة ان ممكن تكون الزوجة حطة في دماغها ان فكرة الجواز والطلاق سهلة ما فيش مشكلة ومحدش يقول لي لأ ما بيحصلش لا بيحصل لا بيحصل ناس كتير جدا بتبقى مطوية ومكفية على ولادها لان ما لهاش ماء او اخر لان دي ظروف الحياة لان اربي ولادي لان 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 ولكن فيه على الطرف الاخر برضو بعض السيدات اللي المبدأ بالنسبة لهم لا ممكن ايه المشكلة دا حقي ايه المشكلة لما اتطلق واتجاوز معنا استاذ محمود من اسكندرية اهلا وسهلا بحضرتك السلام عليكم وعليكم السلام استاذ محمود اهلا بحضرتك ازاي حضرتك عمد يوم الحمد لله كل خير منورنا تفضل اولا والله باشتراح عزيزك عن سريعة البردامة الجاملة جزا شكرك وعايز يعني ايه نقطة حضرتك سريعة شوية بالنسبة تأثير الاسرة في الحياة الزوجان ناجحة الاسرة اللي هي الاب والام يعني ايوة بالنسبة لما يعني ناس جغوزوا بنتهم بعد ما جغوزوا بنتهم ازاي يحافظوا على حياتها وقال لو في مشكلة في الذات الجواز هم يكبروها ولا يحاولوا يعلبوها تمام تمام بس كده استاذ محمود ده والله ده شكرا لحضرتك لان انا اصلا بعاني من حاجة زي كده طيب حاضر ما فيش معاناة ولا حاجة والموضوع سهل بس احنا اللي بنكبر الدنيا دايما بصي استاذ محمود هي بمنتبه البساطة زي ما قلت لحضرتك لو في حد من الاهل بيتمتع بالقدر الكافي من الحكمة لحل المشكلات الزوج والزوجة بيقوموا مستشعرين ده كويس جدا لكن ان الزوج او الزوجة يميلوا لطرف دونا عن الاخر عشان عارفة ان ده هينصفني او دي هتنصفني اكتر فلا انا كده ما بحلش انا دايما على قناعة بان اللي بيعترف بخطأه هو دايما اللي انا عندي امل فيه لان اللي بيعترف بخطأه هو عنده استعداد ان هو يصلح نفسه بشكل او باخر المشكلة بالنسبة لنا في فكرة زي ما كنت بقول كده من شوية ان بعض الاسر بتستسهل جدا فكرة ان المشكلة ده انا جوزك سيد سيدو وما اكثر المطلقات في المجتمع وما اكثر خراب البيوت في المجتمع دور الاسرة يعني يتركز على فكرة التوجيه زي مدير المدرسة والمدرسين كده بيتعاملوا مع الموجهين والادارة التعليمية لتوجيههم لما هو صائب زي ما المدرسة ممكن تختلف على بعض الاشياء مثلا القونية او التعليمية فتلجأ للكبير بالنسبة لها اللي هو الادارة او المدرية نفس القصة بالنسبة لنا في اسرتنا كل ما شوف ان فيه عوار معين دخل في الاسرة لازم ألجأ لصاحب الشأن اللي يقدر يحللي المشكلة دي بشكل او باخر المهم ان بشكل او باخر التدخل الاسري في حياة الزوج والزوجة لا يصح الا لتصليح ما تم خرابه بشكل او باخر ولو تعدى حدود هذا الامر يبقى حرام عليهم وهم كده فعلا بيخربوا بيت ممكن ان هو يصلح بشكل او باخر معانا مدام علا اهلا بحضرتك طيب نرجع تاني مدام علا مش مشكلة المهم فيعني ده اللي انا عايز اقوله ان فكرة ان حضرتك كحمى او حضرتك كأب خايف على بنتك او خايف على ابنك بشكل او باخر فتبقى بتشجع على ان هي تبقى مستقوية القلب على زوجها او حضرتك تعبانة على تربية ابنك فتقولي لا خسارة ده هي اخدته مني وانا ما بقاش ليه نصيف فيه حيات دي سنة الحياة كون ان انتو تتعاملوا مع حمى سوية وخاصة الست لان هي يعني الجانب العاطفي استهويها اكتر من الرجل كحمى يعني فكرة ان انت تقدري تقيمي البيت ده بشكل صحيح وتقدري ان انت تعدلي من سلوكيات بنتك وتعدل من سلوكيات ابنك ده في حد ذاته قمة النجاح انتي مش هتفرحي ابدا لما بنتك يتيجي في يوم من الايام وعلى كتفها طفل ولا حتى لوحدها وتقولي بعد كده استنسبيه يتقدب ولما يبقى يتقدب يرجعيله لا معنا استاذ محمد اهلا بحضرتك يعني تفصلهم عن الاب والام يعني اه بالضبط طيب بص هي بداية هي اكتر مرحلة يعني للتلاصق ما بين الطفل والام هي مرحلة الرضيع اللي هو مرحلة الفطام لمدة السنتين فيما عادة ذلك بيبقى مستحب دايما ان انت تعاود الطفل حتى لو في الغرفة الاساسية نفسها للنوم انه هو يبقى مستقل في سنين لوحده بعد ما بيمر السنتين عليه على خير وبيطفط من رضعته خلاص بيرجع القوضة بتاعته بشكل عادي جدا وتكون الانوار اللي هو متعود عليها انوار هادية ونحاول بقالة الامكان احنا ما نتسببش في اصوات مزعجة بالنسبة لو نعوده ان دا عادي جدا فيش اي مشكلة وما نقولوش كلمة ما تخافش لان دي كلمة يعني يعني دايما بتتردد بشكل سلبي يعني دايما لما بننبه بننبه بالصفة الايجابية مش بالسلبية يعني لما ننبه عليه مثلا لو هو كده في موقف من المواقف نقولو خليك صادق ما نقولوش ما تكذبش فبالتالي لما حس ان ابني القان او بنتي القانة ما قلهمش لا ما تخافوش مفيش حاجة تخوف لا اتطمنوا احنا معاكم ما فيش اي مشكلة عادي فالدنيا بتمشي بالنسبة لنا بشكل كويس جدا ولكن طبعا تحت اعين المتابعة طبعا الدقيقة وفي نفس الوقت ان انا كون موافرة الامان الكافي يعني يبقاش فيه اسلاك كهربائية مثلا ممكن تسبب مشكلة لهذا الطفل يبقاش فيه فيهش مثلا على مراحل متدنية من الارض بشكل او باخر يبقاش فيه حاجات لها حواف مدببة مثلا يبقاش فيه حواف مدببة مثلا ممكن تصيب الطفل بعد الرضاعة ما تخلص على طول نرجع لموضوعنا تاني وهو فكرة الدخول الاب والام كحمى في الاسرة كان زمان دايما يقولوا ده احنا تربينا على عادات والتقاليد في الريف وفي الحضر ايضا وفي اقاصي الصعيد ان انا لو بنتي جاتلي انا برجحها تاني لأنا ما عنديش بنت تطلق لأنا ما عنديش بنت تغضب احنا مش عايزين نرجع الفكرة دي برضو بشكل مجحف لان هي برضو المرأة مش مجبرة ابدا على ان هي تعيش وهي مضطرة بشكل او باخر لحياة هي مخهورة فيها لا لازم برضو يبقى فيه وقفة مع النفس شوية واشوف بمنتهى العدالة وكون فير انوف جدا ما بين الرجل والست حتى لو هي بنتي وعارفة ان هي غلطانة اوجهها لان فكرة ان انت توجه اللي قدامك بان هو غلط انت كده في قمة الصوام انصر اخاك ظالما او مظلوما ومعنى ان انا انصر وهو ظالم بان انا اوجهه انه يبطل الظلم ده اوجهه انه يكف عن هذا الظلم بشكل او باخر فمش عيب ابدا ان احنا نكون ظلمة ولا ان احنا نكون مفتريين ولا نكون بنغلط لكن العيب ان احنا نستمر في هذا الغلط بشكل او باخر وزي ما بنقول كل واحد فينا انا حتى يعني محتاجة ان المداخلات برضو يبقى فيها انت كآدم محتاج ايه وانتي كحوة محتاجة ايه ايه الحاجة اللي انتوا ممكن تكونوا يعني في صراع مع النفس مش قادرين ان انتوا تقولوها للطرف الاخر عندنا مشكلة كبيرة جدا بيعني منها الكثير من الازواج المصريين وهي ان في بداية الزواج ما بيكونش فيه المصارحة الكافية حتى في النواحي العاطفية فبالتالي ما بيكونش فيه الاشباع العاطفي الكافي كنوع من الحياء في بداية الزواج اللي هو بيستمر الى ما لا نهاية ويرجع بعد كده الزوج يلوم على زوجته طب ما هي مش مدياني حقوقي كلها طب انا مش قادر ان انا اتعامل معاها بشكل او باخر في حاجة معينة طب ما انت اللي عودتها على كده ليه ما بتخطش في دماغك ان الزوجة اللي انت اخدتها من بيت اهلها دي دي مجرد عجينة انت بتشكلها على الحياة الزوجية يعني شخصيتها المستقلة دي حاجة وتشكلها للحياة الزوجية دي حاجة تانية خالص وفكرة ان يعني حتى فيه المثل بيقول جوزك على ما تعوديه اه هي فعلا دي حقيقة فكرة ان يبقى فيه تعود على حاجات معينة ما بين الطرفين وما بين بعضهم دي في حاجة ذاتها بتفرق كتير جدا جدا على التطبع فيما بينهم وهي دي اللي بنقول عليها بعد كده ان يبقى فيه كمية بيننا فيه فرط من الصراحة والصراحة التي لا تجرح يعني ممكن جدا جدا ان انا الفة نظر حضرتك لشيء ممكن ما يكونش بيعجبني مرة او اتنين او تلاتة لكن لما لاقي ان الحطأ ده بيتكرر كتير 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 يبقى انت بتتعمد اهنتي بشكل او باخر بتتعمد ان انت تجرحني بشكل او باخر فكرة ان انت كمان بتطلب بعض الصفات اللي ممكن المفروض هي تتوفر فيها زي مثلا انك ما بتحبش الصوت العالي انك ما بتحبش مثلا الخروج بدون اذن او او ما الى ذلك فكرة ان حضرتك بتكرر الغلط وتطلب من الطرف الاخر ان الغلطة ما تتكررش غير مرة واحدة ده قمة الظلم يبقى اذا لازم يكون فيه تعاون مشترك ما يكونش فيه ندية في التعامل بشكل او باخر هي من حقها ان هي تحافظ على استقلالية شخصيتها بشكل او باخر وانت من حقك برضو ان انت تكون راجل في بيتك ما فيش مشكلة خالص بتتراحم مع زوجتك حاسس بيها وحس بيك ودي كلمة كبيرة جدا جدا عايز اقولكم ربنا سبحانه وتعالى لما قال واجعلنا بينكم مودة ورحمة كلمة مودة ورحمة دي كبيرة جدا جدا وما قالش كلمة رحمة لوحدها لان حضرتك بطرحة بالحيوان عادي فهل هتتعامل مع الطرف الاخر سواء الزوج لزوجته او الزوجة لزوجها بصفة التراحم كانك بتتعامل بالرحمة مع الحيوان لا هل هتقبل ان حد يتعامل معاك بصفة الشفقة لا عشان كالا ربنا سبحانه وتعالى سبقها بكلمة مودة لان المودة دي مش مجرد رحمة وبس لا دي عاطفة متبدلة الود لا يصير الا بين طرفين يبقى اذا عمر ما حتيجي الرحمة ولا حيجي الحب ولا حتيجي العاطفة الا بالمودة نمبر وان دي اللي تذكرت بالنسبة لنا حتى في القرآن الكريم المودة والمودة للمرة التانية لا تتوفر الا بين طرفين يعني حتى بنقول ايه ابقى ودنا ابقى وصل الود يعني ايه يعني لازم يكون في تبادل في هذا او في هذه الصفة الرائعة فيما بين البشر يبقى لازم اخلي بالي كويس جدا من تصرفاتي تجاه الطرف الاخر ولازم نكون دايما يا مصريين على قناعة بحاجة جميلة جدا هتريحني وتريحك اللي هي فكرة هتريحني هريحك يعني ايه يعني كلما تكون حضرتك بتتعامل معايا بشكل من الود والرحمة كلما هتكون برضو طلباتك مجابة كلما هتستقطبني اكتر ان انا احاول ان انا ارضيك بشكل او باخر حتى لو على حساب حاجات انا ممكن اكون مش مقتنعة بيها نفس اللي احنا بتتكلم فيه ده برضو على صعيد اخر ان برضو لما حيكتشوف ان هي بتتنازل في بعض الامور كسرت بعض الحواجز اللي كانت موجودة بينكو في طاعتها لحضرتك بشكل او باخر انت كمان لابد لك ان تلين واياك ايها الرجل ان تتعامل بغرور يكفي لان يحطم علاقتك الانسانية بالطرف الاخر بلاش يا جماعنا تعامل دايما بمبدأ ان انا الراجل اذا انا اللي فاهم ما هو ربنا ما قالش ان الست ما بتفهمش ما حصلش لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الحياة الزوجية دي شراكة حبل متين رباط سمين جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى حطوا لينا عشان يكون ميساق اصلا تقدر ان هي تمشي عليه الاسرة بشكل او باخر فلك ان تتخيل ان الرباط على طول الوقت دائما بين متنازع معه ومتنازع دي مش هتبقى حياة دي تبقى حرب اهلية للأسف كمان انا يعني بيواجهني ناس كتير جدا بيبقوا لسه في مقتبل الحياة الزوجية ايا كان بقى سنهم ولكن لسه دخلين على فكرة الزواج بشكل او باخر بيكون برضو المبدأ بالنسبة لهم مبدأ الانا العليا انا وبس او ما يا دكتورة ما انت قلت لازم اكون صريح في كل سلبياتي قبل ايجابياتي ما هو انت حتكون صريح في سلبياتك اللي بتيجي حسب الموقف لكن مش ضروري مسلا انت عايز تباين ان انت عصبت امسك واحد ضربه في الشارع يعني عشان تقول اهلا وسهلا يا اساس حودة اهلا بحضرتك تفضل معنا اهلا يا اساس حودة اساس حودة اهلا ايوة اهلا بيكي اهلا بيكي حكستبالي اهلا يا دكتورة انا يعني انا وجوزي مش متفاهمين اي انتفاهمات خالد اه وبقالنا 22 سنة متجوزين فقالكو 22 سنة متجوزين ايوة اهلا بيضحك بقى وبقى مكشرة على طول حضرتك انا من اربع سنين لقيته كده وانا اتجوز وتنوب دول من اربع سنين من الاتين وعشرين سنة ايوة بدون سبب انت لقتيه فجأة بقى كده ايوة يعني يعني ما حصلش مسلا موقف ديه لا حضرتك انا معي السوبيان ولا ديني وهو كان متسافر وهو كل يقول لي كل اهتمامك للايال اه فكي بقى وهو يعني طول عمره متسافر فالايال ما يجبش ان ايه منه وهو شايفين انا معي فالايال ايه معي مش دهية انا مش عارفة حال ديه اهما اصغر طفل عندك قد ايه اسازة هودا 19 سنة والبيت اصغر واحدة 15 سنة طيب ده ده كبار ما شاء الله طيب بص يا اسازة هودا هي يعني معلش طبعا تقبلي صراحتي هي الفكرة في اللي انت بتقوليه ده هي المشكلة عند حضرتك ليه احنا نتكلم عشان نحل اهو بقى لان فكرة دايما غياب الاب لو ما قدرتش الام ان هي تعوضه بان هو يكون متواجد وهو في الحقيقة مش متواجد دي بتسيب فجوة جامدة جدا جدا مع الاطفال يكاد يكون الطفل ما بيبقاش حاسس ببوه اصلا وحتى لما بيكون متواجد ما بيبقاش عنده حتى الجرأة ان هو يطلب منه طلب او يطلب منه مثلا مصروف او ييجي مثلا جبه ويبقى نفسه ان هو يحضنه او يطبطب عليه ودي في حد ذاتها يعني فجوة وحشة قوي قوي للأسف حصلت اثناء سفره للخارج لكن انتو دلوقتي عندكم فرصة كويسة جدا ان انتو تعوضوا الموضوع ده لان الولاد ما شاء الله انتو عندك كباره يعني الصغيرة عندك في عنده 15 سنة واللي بعديها 19 سنة فما شاء الله دول شباب يعني فكرة ان هو كمان رجع من الصفر يعني معناها ان هو عاش محروم سنين طويلة من حنان زوجته ومن حنان اولاده ومن المجتمع اللي حواليه من اهله بشكل او باخر فمحتاج ان هو يعود هذه الطاقة التي فقدت منه بشكل او باخر عشان خاطر عيون كنته ما هو صفره ده برضو كان عشانكو يا اساسة هودا صح او لا ما هو لو احنا هنتعامل بمبدأ ان ده سنهم وده سن مراهقة يا اساسة هودا يبقى هنسيب عياننا بوز لا هو سن المراهقة اه معروف ان في مشاكل معينة بتحصل ولكن لازم يكون في رقابة وخلي بالك مش هتقدر ان انت تفرضي الرقابة دي الا اذا كان فيه اب وام وسن المراهقة تحديدا مع الولد محتاج دايما لاب وخلي بالك ان الاطفال في السن ده لما المراهقة دول برضو يعني لازالوا اطفال محتاجين دايما دايما لرعاية الاتنين مع بعض ومحتاجين دايما لتواجد الاتنين مع بعض ومش محتاجين ان يكون فيه اي شقاق في البيت باي شكل من الاشكال ويريد زوج حضرتك يكون سامعني اتمنى اتمنى ان يكون فيه وفاق بينكم بشكل او باخر لو انت بتتكلمي ان انت يعني اهملت زوجك شوية غصبا عنك عشان خاطر الاولاد او محتاجين رعاية اكتر او محتاجين قرب اكتر او قربوا منك اكتر بسبب سفره لا انت ممكن تعوضي دا دلوقتي بان انت تكوني قريبة منه جدا جدا فرصة هتبقى كويسة جدا لان رعيتهم دلوقتي ما بقتش برضو صعبة زي زمان وهم اطفال وفي نفس الوقت كل لما الاب والام الاطفال بيبقوا شايفين قدامهم ان دا يعني بناء متكامل كل لما هيبقى يعني دا في صالحهم السلوكي وفي صالح نفسيتهم السلوكية بشكل او باخر كل لما الولد او البنت في سن المراقبة بيبقوا عارفين انه بيبقى فيه شقاق ما بين الام والاب هتلاقي العيل في السن دا دايما بيلعب على الطرفين لو لقى الام زعلانة من الاب بيروح يغلط في دا على حساب دا وبيغلط في دا على حساب دا وده سنهم فلو انا قفلت هذا الشقاق بشكل او باخر وعارفين انه قسرتنا دي خائط صد وانه مفيش حد بيخاف عليك او عليك اكتر من امك ومن ابوك هلاقي ان انا دايما عملت يعني سياج من الحماية والامان للاطفال اللي في سن المراقبة دي بشكل او باخر فلا حاولي تعودي معاه تاني يا اسازة هدى وحاول ان انت تراجعي نفسك تاني معاه ولازم تكوني على قناعك ام بقى انت دلوقتي حانية على اطفالك وخايف عليهم لا خوفك عليهم ما يخليكيش تتركي زوجك خوفك عليهم لازم يخليكي وقفة جنبه نورتينا يا اسازة هدى اهلا يا امه احمد عايزة اسمع حضرتك السلام عليكم عليكم السلام وحب الله بركاته اهلا بيكي اهلا بيكي حقيقي بقى لازمك بس ان عندي مشكلة فضالي انا دلوقتي اطلقت خص tranquil من الزوجي بعد الثلاثن سنة طب MORتي بعد الثلاثين سنة زواج بعد الثلاثين سنة زواج تمام ودلوقتي انقعد الواحد فعندي ابني ابني ده كان قاعد معي كان عندي تلات اولاد قاعد معي كاني تعبان كان different يعنى عيين رايحة من العينيه او فدلوقتي السيدة دلوقتي يبقى تعبان بالنفسين جدا وراح قاعد مع والده ونجل متعبان جدا رحت عشان اكشف له مرديش اتشف له للدكتور. فانا دلوقتي مش عارفة. انا دلوقتي ناريني. انا مش عارفة. الولد دلوقتي مبقاش معي. وعيد ما هناك. والناس مطيش طبعا اهتمام. فانا مش عارفة. هل دلوقتي ينفع? وهي دلوقتي بقول لي دي عالي يا مو ما هناك. تعالي هناك في البيت التاني. طب مش هينفع. انا قلت يعني نايت وكده ان هم يتكلمون معين وهو يمشي من الشقة. هو طريقي. يمشي من الشقة المدى اتي 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 اتجوزتي ولا ما اتجوزتيش بعد الطلاب. لا لا. طب هو اخد الولد ايه بحكم محكمة ولا بالطلاب. لا 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 الولد راح قعد معي كده. من نفسه. مع اخواته. اه. اه. كان قعد اول معي. راح قعد معي وبعد كده ليس الولد حالته بتتدهور. ما بيقاش يجيلي. طب انت ايه تعالي يقول له لا يا ماما تعالي انت. وبيكلمني بالراحة جدا. كده بيجي يتكلم لا يا ماما. كان صغير معين هو عنده اثنين وعشرين سنة. تعالي يا ماما. تعالي عادي معينه. اتزلت بزميل واصلت بزميل والده ان هو نروح في والده يعني. انت شايفة هو مقتنع بحياة والده اكتر لي. انت شايفة ايه? لا هو راح ناك. ولا يعني معاملة مع والده عادي جدا. مفيش اي حاجة. ولا بيجي يتكلمش مع حد. حاليا دلوقتي هو ساكد. مفيش كلام. اه. يا قتل ونوم ينام يقولك يقولك اه عشرين ساعة بنام. ويقوم دلوقتي ما بيتكلمش مع حد. بينزل معقوم شوية ويطلعن بيقولي اوما بيتكلمش معايا. فانا دلوقتي بالنورين انا اروح معايا ازاي هناك وانا مسلا في دلوقتي. ووالده مش عايد تسيب الشقة لمدة محددة لشهر. لذلك انا قلت الوالد ده عالي عدت شقتي. وانا اروح هناك لمدة محددة عشان الولد حسن انه عنده انت مقل هناك. او هو حاجة يعني بتجره له هناك. حسن بالامان. هناك اكتر من هنا. انا مش عارفة. طب انت انت خايفة عليه من وجوده هناك ليه? ايه? انت خايفة عليه من وجوده هناك عبدالبابا ليه طيب? مش خايفة. هو دلوقتي السعبان نفسيا. مم. سعبان نفسيا بيتكلمش مع حد. انا واخوه بعد ما كشفته دفعت بزيزيته مارديش يطلع للدكتور. واتبهدلنا في الشارع ومارديش يطلع معايا. طب ابوه معترف بالكلام ده? يعني ابوه عارف الحلل اللي الولد واصل لها دي? بيقول او والده بيقولي ان انا موت. انا الميز. انا كل واحد في النفسي. فانا عشان كده قلت كم انا روح بقى هناك واقعد مع اولادي. وهو على اقل يجي هنا لبدة شهر مثلا في الشقة الثانية ديت فهو مهضر. يقولي ما رفع شوق احد. هو حس ان والده بي عنده نمو بيلا كمان. يعني عادي. يحصل اللي يحصل لأي حد. مش مهم. وبنفس الوقت متشبس ان هو ما يمشيه من الشقة. فانا دلوقتي مش عارفة هل انا ممكن اروح هناك اقعد معاهم او يقولي تعالي يعني. طيب يقول تعالي. اقعد مع اولادك. وانا اتبالي من الميت ها اصدى الواحدة. وانت اقعد مع اولادك وشي بحالهم. هل بينفع? انا مش عارفة. وطبعا ما ينفعش بس انا هقولك على حاجة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبعدين الولد اللي انت بتكلمي عنه ده اتنين وعشرين سنة يعني هو خرج برطوره طفولة اساسا ده ماشاء الله شاب دلوقتي. ولكن لو هنتكلم ان هو عنده مشكلة نفسية لقدر الله مثلا او عنده اكتئاب او اتعرض لأي موقف من المواقف السلبية في حياته اللي قدت بالحلب بالنسبة له تبقى كده. الله اعلم هو وضع ايه بالزبط يمكن. يعني الله اعلم مش عايز اقول حاجة واحنا لسه ما نعرفهاش. ولكن بشكل او باخر لازم حضرتك يعني يعني تحترمي قدراتك على قد ما تقدري. يعني انتي مش سوفر هيرو عشان انتي تقدر ان انتي تبقي مراعية الولد ده لحد ما بقى عنده اتنين وعشرين سنة. ابو قيم على الموقف. ان كان هو انسان سلبي ومش قادر ان هو يحل الموقف بشكل او باخر. ساعدي انتي باللي تقدري عليه. انا مش قادر افرض عليك حاجة لان انا معرفش ظروفك ايه. ولكن اللي انتي شايفة ان انتي تقدري تعمليه لابنك بما يرضي الله. وبدون ضغط عليك انتي حاولي تعمليه. لو تقدري ان انتي الولد يجيلك في زيارة مثلا بسيطة او تتقابله حتى برا وتوديه عند دكتور صحة نفسية مثلا او حاجة يعني تخليه يتكلم حتى او يخرج من المود اللي هو فيه. ده لغاية ما تعرفي فيه ايه. فلكي انت فعالي ذلك طبعا عشان تحاول ان انتي تساعد الولد ده بشكل او باخر. ولكن انا شايفة ان انتي قديتي دورك للنهاية. اه اه الاب ده يعني يعني هو طبعا انسان سلبي يعني ده حتى لو الابن ده لو اتجوز وخلف وبقالوه اولاد الاولاد فهو برضو في الاخر ابن. ففكرة السلبية الشديدة اللي بيعاني منها الاب دي يعني الله يهدي. ولكن يعني ليس في الامكان اكتر بما كان. انتي مفيش في ايديك دلوقتي غير ان انتي تحاول ان انتي تقابلي ابنك برا. طالما فيه تعزر او حرج لزهاب للمكان اللي هو موجود فيه. تقابليه برا وتخديه عند دكتور آآ نفساني. وتحاول ان انتي تتكلمي معاه في الاول. يمكن محتاج ان هو يتكلم بشكل او باخر. وما تقوليش انا بتكلم معاه في التليفون لان عمر ما المكالمة التليفونية ابدا بتعبر عن العواطف بشكل صحيح. ولا الشات ولا المسنجر ولا المحادثات الكتابية ولا حتى الاتصال بالهاتف بيكون دايما معبر عن المشاعر الصدقة بشكل او باخر. فانتي بش هتعرفي مشاعر ابنك حقيقي هو ايه مشكلته. وان كان حزين ولا فرحان ولا الموضوع بالنسبة له عادي. الا لما تكوني مقابله فيست وفيست قدامك. انتي لتقدر تكوني قادرة بابنك ومشكلته ايه بشكل او باخر. وطبعا اللي يكون في قونك. نعم. ممكن ممكن ان انا اروح يعلم هناك. وقعد معان مدة معينة. اشوف الظروف ايه ممكن تتحسن ولا ده ما ينفعش. ما ينفعش من ناحية ايه? من ناحية الدين يعني مسلا. ان انا مسلا دلوقتي دلوقتي يعني استأذنت اخواتي. قلت لهم انا عايزة ألحق ابني. فانا هروح وهو نفسه يعني طريق يقول انا هتقولي ان انا مد. بصوا سيدة اسماء هي لا ما واعتبرين ان انا مدت وانت موجود في البيت دي مفيش حاجة اسماء كده. مدت ده لما يبقى الله يرحمك. مفيش حاجة اسماء الكلام ده. لو هو موجود في البيت طبعا لا لا شرع ولا دين ولا قانون ولا اعراف ولا تقاليد يقوله انك تروحي هناك. دي دي قصة منتهية. ولكن لو هو مش موجود في البيت وانت في ايدك واهلك سامحين لك ان انت تحاول ان انت تساعد ابنك بشكل او باخر. ولطريقك مش موجود في البيت. اه مفيش مشكلة طبعا. ايه المشكلة. بس جدا يعني انت بتحاولي ما انا عشقيا بقولك انت انت اضرب الموقف اكتر مننا. انت عارفة ايه اللي انت تقدر يتساعدي بيه بما يرضي الله وما يرضي ضميرك في نفس الوقت. وطالما اهلك عبدين ومقتنعيني بقى فيش مشكلة. شكرا يا حبيبتي اهلا بيك. نرجع تاني للموضوع الشائج بالنسبة لنا وهو الاختيار الخاطئ من البداية. وهل كل واحد فيه لازم يظهر سلبياته بشكل او باخر بشكل مكحف. يعني لو انا عصبي لازم ممسك حد قدامي اكسره وبهدله عشان ابقى لها ان انا عصبي فبقى انا كده ما فاجئتهاش. وهل لو مثلا انا كابنت بحب مثلا الخروج كتير يبقى لازم اضغط على خطيبي ده ليل ونهار نخرج في كل مكان واسافر في كل مكان معاه عشان ابقى انا كده صريحة معا من الاول وانا قلت لك ان انا بحب السفر من اولها هو. لا طبعا ده مش منطق ابدا ابدا. لا اخلي دايما الطبيعة هي اللي بتحكم الموقف. مش الافراط في السلوك السيء اللي هيبين سلبياتي ايه. لازم يكون فيه عدالة اجتماعية شوية مع نفسنا في ابراز كل ما هو ايجابي وكل ما هو سلبي. لا افرط فيه الايجابية بشكل مكحف ولا افرط فيه السلبية ايضا بشكل مكحف يظلمني ويظلم الطرف الاخر. طيب خلاص هو يعني الموضوع انتهى بالنسبة لنا وخلاص واحنا تزوجنا. طيب ثم اما بعد. انت سوت. يعني ايه اللي هيحصل بعد الجواز? يعني خلاص اخطأنا اختيارنا كان غلط. ثقافتنا كان مختلفة. مجتمعنا كان متفاوت بشكل او باخر ما بيني وما بين بقتوا بشكل او باخر. واحنا بقين على العشرة. خلي بالكو فيه فرق جدا 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 ما بين حب العشرة وما بين حب العاطفة والتفاهم والكيميا اللي بين الاتنين. حب العشرة بتحكمها دايما المعرفة الطيبة والاصول. يعني وارد جدا ان انا بقى شايفة ان زوجي ده حد يعني مش وارد ان يبقى مثلا حب عاطفي. ولكن ممكن اكون باحترمه لان هو بيحترمني. باحتويه لان انا حاس ان هو باحتويني. متحملة بعض السلبيات اللي ممكن تكون سيئة جدا بالنسبة لي. بس لان انا شايفة ان هو انسان مسالم. بيحاول يراعي ربنا فيه قدر المستطاع. يبقى خلاص الدنيا بتمشي. لان فيه سلبيات ممكن تكون اكتر من كده بكتير. الزوج برضو نفس الكلام هو شايف ان زوجته بتحاول ان هي ترضي قدر المستطاع. ولكن دي قدرتها. بتربي الاولاد قدر المستطاع. ودي برضو قدرتها مش قادرة تعمل اكتر من كده. بتراعي بيته. بتراعي حياته. ماله. عرضه. كل ما الى ذلك. هيكرهها? لا مش هيكرهها. هو برضو هيبقى بيحبها. ولكن ده بقى اسمه حب العشرة وحب الاصول. ناس كتير جدا جدا. ما بتراعيش فكرة حب العشرة وحب الاصول ده. لان يمكن ما عندهمش باع كبير من التربية. او قليل حتى من التربية. لان القليل حتى منها بيكفي ان يكون الانسان عنده ضمير حي في مراعاة الطرف الاخر بشكل او باخر. يمكن الفطور العاطفي اللي بقى منتشر جدا بين الازواج وبين بعضهم. ده برضو بقى بيمثل مشكلة كبيرة جدا جدا. وبيخلي دايما في استهواء من الطرفين لأي طرف خارجي. ودي في حد ذاتها طبعا مصيبة كبيرة جدا. برضو بيعاني منها المجتمع دلوقتي. وفكرة ان الراجل نفسه ما يبقاش واخد باله انه ممكن يكون اه يعني انا ما باخدش حقوقي كاملة من زوجتي. هي ما عندهاش المهارة الكافية في التعامل العاطفي. ما عندهاش القدرة على الاشباعي العاطفي بشكلة او باخر. ممكن تكون تخنت شوية بعد الجواز. طب معنا المفروض ان انا متجوزها بشكل ودلوقتي بقت بشكل تاني. ما هو تغيرات الحياة والتغيرات الفيسيولوجية فرضت عليها شيء معين. اهملت نفسها. يعني هي اهملها النفسها ده. ما هو ده جيب سبب برضو بيتك واولادك. يعني هي مش اصدى ان هي تكون مثلا تخنت اكتر من لازم. او بقت مريضة او 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 ما الى ذلك. وعلى صعيد اخر احنا بننسى تماما انا كرجل شرقي ان انا نفسي. اللي بدور على فكرة الجمال. وفلانة اللي شكلها جميل. وفلانة اللي شكلها مغري. وفلانة اللي شبه التراكوة. واللي شبه اللي مش عارفة ايه. والممثلات اللي في التلفزيون. واللي على صفحات المجلات. طب حضرتك برضو لا على صفحات المجلات. ولا حضرتك حسين فهني. ولا حضرتك كازم الساهر. ولا حضرتك الناس دي. يبقى ليه انت برضو ما بتدورش ان علاجة نبقى اخر. هي كمان ممكن يكون عندها نفس الانتقادات اللي موجودة عند حضرتك. ولكن دائما يكون نقد الرجل لاذع للأسف. ودون مراعاة انت ايه وانا ايه. احنا بنحتاج بعض الرضا بيننا بشكل او باخر. بمعنى ان طالما انا قلت ان انا متقبلة سلبية الطرف اللي قدامي. فخلاص انا متقبلها بنسبة معينة وخلاص ما فيش مشكلة. ولكن دايما الفاقة الكبرى بتكون في حياتنا هي فكرة الاستهزاء بالطرف الاخر. او الاستنكار الوجوده بشكل او باخر. اه يعني بعض السيدات بتبقى بتستجدي الكلمة طيبة من الرجل او من زوجها. حتى لو عملت طبق رز. ابسط حاجة ممكن تتعمل في البيت. اه يا حبيبي ايه رأيك? طب شبعها هي بتسأل تلاتين مرة كلتم وهو كل وشبع 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 لما شبع. ولكن الفكرة بالنسبة لان هي نفسها تسمع كلمة كويسة. وهي قاطس لم ايدك. اه والله ده جميل. اه ده كذا اه ده كذا. عايزة اقولك ان انت لما تحاول ان انت طيب خاطر للطرف الاخر. وطبعا جبر الخواطر ده يعني له سواف كبير جدا عند ربنا. ده في حد ذاته بينعكس عليك انت بطاقة ايجابية بشكل او باخر. فكرة ان اهلا بيك يا منا. وعليكم السلام اهلا بيك. اهلا بيك نورتينة. الله يبركلك ربنا يخلي. كنت عايزة فقال حضرتك الجزوج الكائب ده تتعامل معه ازاي? الزوج الكائب? اه لما كون انت في اتي وزوج الكائب تتعامل معه الزي؟ طب انت بتتعامل معه زي يا منا بميرد الله. انا بميرد الله والله بتعمل معه بميرد الله بس هو طبعته يعني يعني تحس إنه عازل كده وكعيد يعني ما تضحكي تحس إنه مش بيتحك يعني ودايما كده معزول والاختيار مغلص الصراحة أيام الخطوبة ما كانت بيجي كتير وما كانتش بيتكلمني كتير فأنا قلت جايز بعد الجواز طب ما يبقى أنت مستنباك يا ده يا منا أنا متكرتها تغيرت لأنه كان عندي فكرة إن الواحدة لما بتتجوز غير الخطوبة بيتغير بالعكس يعني إحنا بنتكلم في اللي بيتحكوا على الطرف الآخر وبيتحكوا في الأول وبعد كده بيقوم كالشريد إنتي بيستلمك أقيم أصلا يعني طب إيه؟ بص يوى طبعا ربنا يكون فعونك بس أنا عايز أقولك على حاجة لو هي طبيعة صعب جدا جدا إن أنت يتغيريها لأن حتى لو هو حاول إنه هو يمثل فدايما بنقول إن الطبع بيغلب التطبع برضو بشكل أو بآخر فكرة إن أنت يتحاولي تخليه يحبك بشكل أو بآخر أو أن أنت تكوني بترضيه وبتستخطبيه عاطفيا بشكل أو بآخر دي هتفرق معاك جدا فكرة إنه هو نفسه والكلام ده للزوج يكون مقتنع إن في حاجة معينة بترضي الزوجة وهي مجرد الإبتسامة دي يعني أتمنى من الله إن أنت هتبقى مقتنع إن ده إرضاء لنفسك مش ليها هي والله لأن الست دايماً طول ما هي مبسوطة بتبصل في الطرف الآخر بقى معروفة يعني حتى بيقولوا دايماً إن الست بيقولها العاطفية ممكن تبقى يعني مستخطبة أكتر ممكن تزعل كبير جداً جداً ومجرد ما بيقول كلمة كويسة خلاص بيبقى ألبها أبيض من نحيط طبعاً ما توافر صفة الحب بنا طبعاً هو عاطفة عايز الزوجة يبقى عاطفه اللي عاملها بتريها كويسة آآ آآ بالضبط هو يعني هو برضو مفيش أي عاطفة خلاص ولا كئيب بس؟ هو بتريته كده تربى غلط تربى غلط يعني مش من عنده هو هو تربية تتنفى غلط آآ آآ ما أنا عشان كده بقولك ده كده طبع ده ده مش تطبع ده ده كده طبع بس أنا بقولك يعني أنا بقولك بشكل أو بآخر هو فكرة أن إنتي أصلاً يعني تحطي في دماغك فكرة أن هو كئيب فتتحكي ده شيء يعني بيسعيد جداً أنا شايف أن إنتي يعني ما شاء الله يعني بسمت الجميلة وضحكتك لطيفة أو أنا برج الأسد أنا برج الأسد فبقى في التفاول والصارف طب الله يقول ده يعني أنت يعني عمرك ما بتزقري في وجهه أبداً يعني وأنتي برج الأسد مش ممكن تكوني مسلمة على طول يعني لأ وبرج الأسد تحتاج عاطفة لكنه قدامك ما لديش فاق بعضاً من البلد أنا ليه ما حسني في نسبة الطلاقة عيّة يعني الاختلاف في الأطباع الاختلاف في الأطباع والاختلاف في فترات الكلام وكده فبقى الراجل بعيد عن مراته فايب بتزق بتخلع بقى أعلم أعلم لا إحنا مش عايزين نخلع يا منا إحنا يعني أصلت كمان بصي أصلت ما تدحكش عليك يا منا يعني الراجل يعني هو من البداية وهو بهذا الشكل يعني بس فخلينا بصي يعني يعني أنت ما شاء الله ربنا يديم عليك النعمة اللي أنت فيها فكرة أن أنت يعني حد بشوش ومبتسم دي في حد ذاتها حاجة لطيفة جداً وإن كان بعض الرجال يقابلون هذا الابتسام وهذه البشاشة بفكرة أنت كل حاجة تتحكي هو أنت مش فارق معاك أصلاً أي حاجة في الدنيا خالص هو أنت مش فارق معاك أصلاً كل حاجة تتحكي وخلاص ولا ده مثلاً ده نوع من البله ولا يعني بيتناول الموضوع بشكل طبعاً سيء جداً ولكن أنا بقولك لأ يعني إن عامي بحياتك بالشكل اللي أنت شايفاه اعتبر أن دي السلبية الوحيدة اللي موجودة جواه أكيد هو جواه حاجات كويسة كتير وعلى فكرة الإنسان اللي دايماً منطوي أو مكتئب ده على فكرة بتلاقي جواه نسبة طيبة عالية جداً جداً فحاولي بقدر الإمكان أن أنت تتعاملي على هذه السلبية فكرة أن أنت تكوني بتتحكي ومبسوطة شغالي أي حاجة كومدية تحكي مع أصحابك مع أخواتك مع قرائبك مع أي حد حاولي تعواضي النقص اللي حاصل في البيت ده طالما هو جواه بعض الجوانب الإيجابية الكتير اللي إحنا نقدر نحن نعدلها بشكل أو بآخر وزي ما أنا ما قلت يا جماعة إحنا كلنا نازم نكون مقتنعين أن في بعض السلبيات اللي أقدر أن أنا عديها وبعض السلبيات اللي ما قدرش أن أنا عديها ولكن في حالة أن أنا تعيشت مع سلبية الطرف الآخر خلاص مش هعط بقى زل أنفاسه بيها في ليل ونهار خلاص أنا متقبلها وخلاص على كده مكيش أي مشكلة فكرة أن إحنا دايماً وقفين لبعض على الوحدة وقاعدين متصايدين الخطأ لبعض بشكل أو بآخر مجرد ما حد ما يرد على التليفون يلاقي وابل من مثلاً الهجوم أو الزعي أو الصوت العالي أو اللوم أو العتاب أو الهجر الغير عادي لا دي في حد ذاتها أنا بعتبر أن دي شخصية غير سوية على الإطلاق وأعتقد أن للأسف للأسف في كتير من الرجال في هذا المجتمع وأن اختلفت المستويات فيما بينهم يتمتعون بهذه الصفة السيئة أرجوكم أرجوكم أنا مش هقول أنا بوصيكم بالنساء ولكن هقول أن دايماً القيم على الموقف هو الرجل إذا كنت أنت تقدر أن أنت تتحكم فيه السيدة اللي قدامك أو البنت اللي قدامك بشكل أو بآخر وتستهويها إلى عاطفتك الطيبة كده أنت تمام بسي جداً للخلق من النهاردة وسعيدة جداً بوجودي معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة